هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لاستعراض مخططات مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأرمان بالجيزة حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حضائق الحيوان على مستوى العالم واستعرض الاجتماع عدداً من البنود المتعلقة بمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأرمان بالجيزة وكذلك المحددات التصميمية لمشروع التطوير فضلاً عن استعراض التصميم النهائي لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة والذي تم توافق خلال الاجتماع على إعادة تسميتها بجنينة الحيوانات حيث يتضمن التصميم النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها